مولانا الخصوصية السابعة تقديم النقل على العقل عند التعرض وهذا من اخطر المباني في نظرية المعرفة عند الاخباريين يا نقل مولانا خبر احد من ما جايك مولانا يلا ما يقول بانه بيني وبين الله اذا كان متواترا علمنا قطعا بصدوره من المعصوم لا ورد في كتاب كذا خلصت القضية وادل عقلية قل ارمي بها عرض الجدار سيدنا وين هذا الكلام اعزائي تعالوا معنا الى فرائد الاصول الشيخ الانصاري مولانا فرائد الاصول الجزء الاول هناك يقول التفت جيدا يقول في الصفحة في الصفحة تعالوا معنا الى صفحة 53 يقول اذا عرفت فنقول ان تمسكنا بكلامهم هذا كلام الفوائد المدنية ان تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ وان تمسكنا بغيرهم لم نعصم منه يقول والمستفاد من كلامه عدم حجية ادراقات العقل في غير المحسوسات وما تكون مبادئ قريبة من الاحساس وقد استحسن المحدث الجزائري هذه المسألة ماذا قال قال بانه وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب اليه فان قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل قلت اما البديهيات فهي للعقل وحده بس البديهيات واما ما زاد عن ذلك فهي لمن للناقل وهو الحاكم واما النظريات فان وان يقول واما لو تعارض هو اي العقلي والنقلي فلا شك عندنا في ترجيح النقلي وعدم الالتفات الى ما حكم به شنو العاقل خلص هذا القضية خلص وعدي هنا انا المجلس مولانا متقدم فت خطوة فت خطوة قايل لا لا ما يسر لانه هذا معناه انه انغلاق وباب شنو اثبات وجود الله نبوة كلها هذا كلها قبل شنو قبل النقل اتشو ان تثبته حجيات النقل من اين تثبته تثبته بالطريق العقلي لهذا فت شي يقول فت جملة يقول لا الاقل حج ولكن مقيدا الى ان يثبت لك الامام فاذا اثبت لك الامام هالشكل على رأسه يقول له يلا اطلع بره بعد خلص هذا تعبيري العرفي يعني بعبارة اخرى قل له انت محترم الى ان تثبت للي شنو اريده فاذا ثبتت لي بعد انت محترم لو مو محترم يقولي سيدني يعني معقول هذا الكلام هذا بحار الانوار حتى تعرفون المباني اعزائي حتى تعرفون ان الشدتي لاي شي بحار الانوار للمجلسي المجلد الثاني صفحة ثلاثمائة واربا وطعش اعزائي يقول ولا يخفى عليك كتاب العلم الجزء الثاني تثمائة واربا وطعش ولا يخفى عليك بعد التدبر في هذا الخبر واضراب هذا الخبر انهم انهم يعني الائمة سدوا باب العقل بعد معرفة الامام بعد قالوا العقل حجة وليس بحجة وامروا باخذ جميع الامور منهم ونهوا عن الاتكال على العقول الناقصة في كل باب اهنا بعد هذه هي الطريقة التي ادت بسيد الطبطباء مولانا ان يخرجوه من الدين والملة اهنانا يقول له بابه هذا لا يقولوا عاقل اخر شلون يصير هاي حاشة مفصلة هذا ما يراه الاخباريون وكثير من غيرهم منو بعد ما يجيب اسمهم لانه مكان اسمه منو شيخ الانصار يقول الاجماع قائم على حدوث العالم فاذا اقام الفلاسفة الف دليل على عدم الحدوث ايهما نقدم اه تعالوا معنا اه اه صفحة سبعة وخمسين مجلد الاول وكل وكل ما حصل القطع من دليل النقلي مثل القطع الحاصل من اجماع جميع الشراع على حدوث العالم فلا يجوز ان يحصل القطع على غلافه من دليل عقلي واذا وجد فهو شبهة شبهة في مقابل البديهة ولهذا السيد الطباطباء رحمة الله تعالى عليه يقول ولو ابطل حكم العقل بعد بعرفة الامام كان فيه ابطال لحكم ماذا لانه اذا بعد الامام العقل محجة والاحكام العقلية قابلة للتخصيص او غير قابلة للتخصيص غير قابلة فاما حجة واما ليس بحجة فاذا ليس بحجة امام تكم تثبت واذا حجة بعد الامام امشنه قرينة متصلة لبية متصلة ولهذا يقول كيف يمكن ان ينتج من العقل نتيجة ثم يبطل بها بالنتيجة حكم العقل ارقيم يمكن وحكم بها حكمه وتصدق النتيجة بعينها ولو اريد بذلك ان حكم العقل صادق حتى ينتج ذلك ثم يسد بابه كان معناه تبعية العقل لحكمي شنو النقل والمفروض تبعية النقل لحكم العقل فيلزم شنو لانه امامة ثبتت بمن بالعقل فهي تابعة له متبوعة وبعد ذلك شي تصير تابعة خلا يمكنها ام تكون تابعة ام تكون ماذا متبوعة هذه اهم الخصائص النتيجة طبعا فقط من باب الاشارة اعزائي خلوا ذهنكم يمي رجان فقط من باب الاشارة الاخوة اللي عدم خلق قلت لكم انا فقط للذين عدم خلق هذا كتاب تعارض درء تعارض العقل والنقل او موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول هذا ثمان مجلدات اعزائي لشيخ الاسلام منه ابن تيمية ادروحوا اقرأوا المنهج ما له شوفوا نفس هذا المنهج اللي يقوله الاخبارية لمنهج اخر والبعض يتصور انه هذا ممن مالت من هذا من رجل وين مولانا تاريخ هذا في القرن يا قرن مولانا ها قبل 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 قبلهم اربع قروب اقرؤوا درء تعارض العقل والناقل وموافقة صحيح او موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ابن تيمية اقرأوا جيدا حتى يتضح لكم بانه هذا من اين سرى المن ها الى العقل الاخباري ومن العقل الاخباري الى منهج ماذا حوزاتنا اللي الى يومنا هذا نحن داندفع الثمن ما هو وهو ان الفلسفة مقبولة لو مرفوضة اعزائي مرفوضة ان العرفان مقبول لو مرفوض مرفوض الكلام مقبول كله مرفوض هذا تمام